موسيقى ارحب بك من جديد صديق المشاهد في حلقة جديدة من قصة الكنيسة وبدأنا الاسبوع الماضي الحديث عن رحلة الرسول بولوس التبشرية الاولى ووصلنا الى محطة انطاكيد بي سيدية حيث قدم العزة الاولى هناك في هذا المجمع مجمع اليهودي في مدينة انطاكيد بي سيدية في هذه العزة تكلم عن الماضي وعن الحاضر ثم يتكلم عن القرار قرار ان يختار الانسان خلونا نتابع مع بعض هذه العزة واظن انها نموذج رائع لكل واعز لكل خادم حتى نتعلم من هذا الموقف الرائع المسمر انا اقرأ من اعمال 13 من اية 15 الى 25 وقال ايها الرجال الاسرائيليون والذين يتقون الله اسمعوا اله شعب اسرائيل هذا اختار اباءنا ورفع الشعب في الغربة في ارض مصر وبذراع مرتفع اخرجهم منها ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية ثم اهلك سبع امم في ارض كنعان وقسم لهم ارضهم بالقرعة وبعد ذلك نحو 450 سنة اعطاهم قضاة حتى سمويل النبي ومن ثم طلبوا ملكا فاعطاهم الله شاول ابن قيس رجلا من صبت بن يمين 40 سنة ثم عذله واقام لهم داود ملكا الذي شهد له ايضا اسقال وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي من نسل هذا حسب الوعد اقام الله لاسرائيل مخلصا يسوع السبق يحنى فكرز قبل مجيئه بمعبدية التوبة لجميع شعب اسرائيل ولما صار يحنى يكمل سعيه جعل يقول من تظنون اني انا لست انا اياه لكن هو ذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا ان احل حذاءه حذاء قدميه مرة تاني اذا ملت الاسبوع الماضي بالتأكيد مش دي العزة الاولى للرسول بولوس مؤكد وعز وكرز بالانجيل في اورشاليم وانطاكد سوريا وكبرص لكنها العزة الاولى اللي دونها البشير لوقة ويمكن القصد من تدونها انه هنا بيخاطب اليهود زي ما سجل بعد كده عزة كان فيها بيخاطب الامم في اسينة وسط معبد اريوس بغوس في اعمال 17 او خطابه الخاص لقصوص كنيسة افسوس في اعمال 20 الى جانب دفاعه امام فليكس الوالي في قيصرية وامام فاستوس وامام اغريباس الملك ولانه كان بيخاطب اليهود العارفين بتاريخ ابائهم واجدادهم بدأ عزته بمدخل مناسب جدا بسرد احداث العهد القديم بيفكرهم بالعناية الالهية منذ عهد الاباء لعصر الملوك وهنا بينبر بولوس تنبير واضح على يد الرب القديرة في هذا التاريخ الطويل فالرب هو اللي بتنسب اليه هذه الافعال اللي عملها مع شعبه هو الذي اختار ورفع واخراج واحتمل واهلك وقسم كل هذه الافعال استخدمها الرسول بولوس في النص الذي قرناه استغراجت هذه المعاملات الالهية ربعمية وخمسين سنة ربعمية سنة في ارض مصر واربعين سنة في البرية وعشر سنوات لامتلاك الارض وبعد كده اعطاهم الرب الشاو الملك ثم اعطاهم داود رجلا حسب قلبه يصنع كل ما شئته ومن داود اشار الرسول بولوس مباشرة الى يسوع المخلص هو طبعا عايز يوصل للنقطة دي وعايز يقول دانس لداود وبعدين اشار الى يحنى المعمدان وكان بيوجه الناس الى يسوع المسيح بيقولهم يحنى المعمدان كانت رسالته توجيه الناس الى يسوع المسيح وهنا يفعل الرسول بولوس مثل المعمدان بيوجه سامعيه الى يسوع الرسول بولوس واضح انه قصد من هذا السرد التاريخي انه يذكر سامعيه برحلة عناية الرب باباهم في مراحل مختلفة من التاريخ حتى وصل بيهم الى قمة المراحم ارسل ليهم حسب وعده المخلص يسوع المسيح مش كل رب من اجل الرسول بولوس مثل ونموذج وهو بيقدم هذه العزة علشان تكون مثل ونموذج لكل عزة لا تخلو من الاشارة ليسوع المسيح خد بالك زميلي احنا لا نعلم مجرد قيم اجتماعية او حتى فضاء الروحية بقدر ما احنا نعلن عن رسالة الانجيل في شخص ربنا يسوع المسيح لابد انه كل عزة كل فرصة عبادة تشير الى يسوع المسيح الرب والمخلص ثم الجانب الاخر في العزة الحاضر في الحاضر في الايات 26 الى 37 في سفر الاعمال الصح 13 قال الرسول بولوس ايها الرجال الاخوة بني جنس ابراهيم والذين بينكم يتقون الله اليكم ارسلت كلمة هذا الخلاص لان الساكنين في ارشاليم ورؤساؤهم لم يعرفوا هذا اقوال الانبياء التي تقرأ كل سبت تمموها اسحكموا عليه ومع انهم لم يجدوا علا واحدة للموت بيتكلم عن شخص المسيح طلبوا من بيلاطس ان يقتل ولما تمموا ما كتب عنه انزلوه عن الخشبة وضعوه في قبر ولكن الله اقامه من الاموات وظهر اياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل الى ارشاليم الذين هم شهود عند الشعب ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لابائنا ان الله قد اكمل هذا لنا نحن اولادهم اذ اقام يسوع كما هو مكتوب ايضا في المزمور الثاني ان تبني انا اليوم ولدتك انه اقامه من الاموات غير عتيد ان يعود ايضا الى فساد فهكذا قال اني ساعطيكم مراحم داود الصديقة ولذلك قال ايضا في مزمور اخر لن تدع قدوسك يرى فسادا لان داود بعد ما خدم جيله بمشهورة الله رقض وانضم الى ابائه ورأى فسادا واما الذي اقامه الله فلم يرى فسادا مزال مجهولية الرسول بولوس في وعزه شخص ربنا يسوع المسيح في هذا الجزء الرسول بولوس بيتكلم عن خطة الله للخلاص وبيلوم هذه الخطة شملت حدثين في غاية الاهمية هما موت يسوع وايضا قيامته من خلال الحدثين دول تم من رب خطته للخلاص واللي سبق واعلن عنها في كتب العهد القديم وكمل الرسول بولوس بيقول لهم ان رؤساءهم لم يميذوا هذا لم يدركوا ان يسوع هذا هو المسيح ابن الله وبالتالي في حكمهم عليه بالصلب كانوا بيتمموا اقوال الانبياء اللي قالوها عنه وهم يعرفونها جيدا وضعوه في قبر لكن الله اقامه من الاموات وظهر لكسرين اللي صاروا شهوده عند الشعب وبعدين في حديثه اقتبس الرسول بولوس ثلاث شهادات من العهد القديم هي على التوالي مزمور اتنين وشعي خمس وخمسين ومزمور ستاشر كلها تشير الى داود بمعنى من المعاني لكن في الحقيقة تحققت بالتمام في شخص يسوع المسيح فهو من قال له الاب انت ابني انا اليوم ولدتك ده مزمور اتنين لكن نفس القول عن يسوع مباشرة في عورانين واحد خمسة هو من تنبع عنه اشعيا ساعطيكم مراحم داود الصديقة وهو الذي لم يرى جسده فسادا وده الموجود في اعمال اتنين كذلك وآية واحد وثلاثين اذا من خلال يسوع وحده يتم الخلاص هذا الاعلان المجيد الحقيقة جاء سابقا بفهم الانبياء واضح جدا في كتب العهد القديم لكنه تحقق في الزمان والمكان بميلاد يسوع المسيح وموته وقيامته ثم نأتي للجزء الاخير في عزة الرسول بولوس وسميته الاختيار بين الموت والحياة قالوهم كده من آية 38 لآية 41 فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الاخوة انه بهذا يناد لكم بغفران الخطايا وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى فانظروا لألا يأتي عليكم ما قيل في الانبياء انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا وأهلكوا لأنني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به بعدما الرسول بولوس عرض لتاريخ معاملات الله مع شعبه في القديم وأتى بيهم للمسيح اللي كانوا بينتظرونه وإنه قد جاءوا وتمم رسالته من خلال موته وقيمته خاطب الحضور أمامه في المجمع لكي يختار كل واحد منهم طريقا من اثنين وماذا هذا الاختيار إلى اليوم اختيار الأول كل من يؤمن يتبرر وتغفر خطاياه الاختيار الثاني كل من يتهاون ولا يؤمن فنصيبه العقاب الإلهي والرسول بولوس استخدم في دعوته هذه هو بيدعوهم للتوبة بيدعوهم للإيمان استخدم مصطلحات خمسة بتعتبر بمثابة أحجار الأساس في رسالة الإنجيل في آية ثمانية وتلاتين الخطيئة والغفران في آية تسعة وتلاتين التبرير والإيمان والنموس وبعدين أضاف النعمة في آية تلاتة وربعين وطبعا استفاد الرسول بولوس في شرح هذه المفردات بالذات في رسالة رمية ورسالة غلطية بعد كده لكن من خبرة هذا الشعب يمكن أن نرى هذه المصطلحات بهذا الترتيب والترتيب ده يهمنا كلنا احنا النهاردة وكمان نقدر نشوف من خلال اختبار بولوس نفسه فهو علاقته بالله كفريس وابن فريس يحكمها النموس ده الماضي بتاعه حتى قال من جهة البر الذي في النموس بلا لوم لكنه أدرك استحالة أن يتبرر الإنسان بأعمال النموس زي ما قال في غلطية اتنين ونفى تماما أن يكون النموس طريقا للبر ولهذا فخطيته دي الكلمة التانية الخطية باقية عليه لم تخفر بعد ولها سلطان عليه فهي تستعبد الإنسان وتملكه من يفعلها يصب عبدا لها وفي النهاية نتيجتها وأجرتها الموت ما كانش في حل لهذه المعضلة إلا بالمصطلح التالت أو الكلمة التالتة النعمة اللي قال عنها تفاضلت جدا مع الإيمان والمحبة لما جه يسوع علشان يخلصه وهو كان شايف نفسه أول الخطات زي ما شاهد في تموساوس الأولى واحد لكن في المسيح نال الفداء وبدامه جينا المصطلح الرابع وفران الخطايا هذه النعمة هي الأساس الراسخ للمصطلح اللي بعد كده للإيمان عشان كده قال كلمته المشهورة اللي في أفسوس اتنين تمانية لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله إذن كان الإيمان الطريق الوحيد للتبرير فإس قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح رمية خمسة واحد هذا التبرير الإلهي يقودنا حتما إلى حياة البر العملية في فليبي واحد حداشر كتب الرسول بولوس وهو يكتب أيضا وهذه الكلمات ترجمت في اختباره وحياة العملية مملوئين من صمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده في حديثه في المجمع بهذا الشكل لم يقصد الرسول بولوس أنه يقدم مجرد خبر بل دعوة لكي يؤمنوا بيسوع المسيح ربا ومخلصا يقبلوه في قلوبهم بالإيمان فيتبرروا وتغفر خطياهم ده الوعد الإلهي وفي المقابل من يتهاون ويرفض فيه الموت الأبدي حديث عن هذه الفئة اقتبس من حباكوك حباكوك واحد خمسة انظروا بين الأمم وأبصروا وتحيروا حيرة لأن عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به وحباكوك الحياة كان بيتنبع عن العقاب الإلهي اللي هيقع على إسرائيل بسبب عدم إيمانهم وقسوتهم اللي هيقع بيد الكلدانين وقد حدث هذا فعلا بواصلة نبوه خزنصر فالرسول بولوس بيحذرهم هنا أنه بسبب رفضهم للمسيح هيتعرضوا لعقاب مشابه زي اللي حصل مع آبائهم في الماضي وده تم فعلا بعد عشرين سنة تقريبا سنة سبعين ميلادية لما دخلوا الرومان دخلوا رشاليم هدموها وحرقوا الهيكل وأصروا العديد من السكان وأنا بظن صديق المشاهد إن نفس هذه الدعوة مقدمة لنا النهاردة ليختار الإنسان بين الموت والحياة ففي المسيح الحياة وبدونه لا حياة بل موت روحي وأبدي محقق موسى قال للشعب في تسنية تلاتين تسعة عشر أشهد عليكم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك وهننسى الكلمات الرائعة اللي قالها شخص الرب يسوع في يحن 5 يحن 5 قال الرب يسوع هذه الكلمات آية 24 و 25 الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة وبعدين يكمل الرب الحق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون إذن أنت أمام هذه الساعة ساعة الآن وعليك أن تختار تختار بين الحياة والموت تختار بين العلاقة مع الله أو الإهمال والترك والبعد عن هذه العلاقة المباركة العظيمة أظن الرسالة لنا كلنا النهاردة من يسمع فليقبل من يسمع فليأتي وينال ما وعد به الرب يسوع له حياة أبدية لا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة هذا ما أصليه وأرجوه لكل حد يتابعنا في هذا البرنامج أن تنال بنعمة المسيح الحياة الأبدية وغفران الخطايا والرب معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر